انا اكيد مبسوط ان انا موجود معاك النهاردة واحنا كلنا مبسوطين في قناة النادل الاهلي ان احنا معانا واحد اللعيبة اللي اكيد ليها مستقبل بينتظر كل جمهور النادل الاهلي لكن يا صالح عايز ابدأ معاك واسألك انا عمري ما شفت لعيب كوريق قدم في النادل الاهلي لسه ما قدمش اللي كتير من قبليه قدموه بطولات وانجازات والجمهور بيحبه جدا 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 وبيدافع عنه جدا جدا فاتخال بقى لو صالح كومة لعب وتقلق وعمل بطولات وانجازات في النادل الاهلي يبقى عامل ازاي بالنسبة للجمهور اول حاجة طبعا يمكن بسم الله الرحمن الرحيم يمكن انا مبسوط يا عمري انا معاك النهاردة يعني حتى برى الحيطة الاهلمية من زمان احنا كنا دايما مع بعض طبعا دي اول حاجة طبعا تاني حاجة انا مبسوط ان انا موجود في بيتي لقناة النادل الاهلي طبعا وما اقدرش يتأخر على قناة النادل الاهلي ولا عليك طبعا فانا مبسوط ان انا موجود معاكو النهاردة دي اول حاجة يمكن تاني حاجة زي ما انت بتقول يمكن الحمد لله الواحد ربنا انا عم عليه بحاجة هي حاجة من عند ربنا يعني الناس تبقى بيتحب صالح على الرغم من ان صالح دخل فترات كتيرة جدا في مشاكل في مشادات مشاكل زي الناس كلها عارفها لكن الحمد لله يمكن في ميزة الواحد مبسوط بيها ويمكن دي اهم حاجة في حياتي والحاجة الوحيدة ان انا مبسوط بيها هي حب الناس وحب الجمهور النادل الاهلي اللي دايما وقف في داري ودايما بيسندني في المحن قبل الفرحة فانا دي حاجة يمكن خصوصا الفترة دي واخدها بشكل ائجابي جدا معايا ان انا الناس اللي هفت جانبي خلال الفترة اللي فاتت دي ورجعت صالح جمعة تاني يعني اعتقد ان هما لليهم عند صالح جمعة شكل تاني خالص ان صالح جمعة يبقى لفترة الجاية دي يظهر بشكل مختلف يقدر ان هو يشير نادي الاهلي يشير الفرقة عشان الناس اللي هفت جانبي خلال الفترة دي ومتعشمها فيه خير ان شاء الله